السلام عليكم ازايكم دا كاترة يا رب ان شاء الله جميعا تكونوا بخير فيديو جديد وجزء جديد معانا من مواضيع محاضرات الاناتومي والامبريولوجي في ميديون الرينال سيستم واللي بنكمل كلمنا فيه مع بعض عن الجهاز البولي بدايا كده وبعد ما الاول تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام في الفيديوهن اللي فاته احنا بالفعل اخدنا مع بعض الجزء الخاص بالاناتومي of renal system اتكلمنا في الفيديو الاول على الاناتومي بتاع الكدني وبعد كده في الجزء التاني كلمنا على بقية اليورينيالي تراكت سواء كان اليوريتر او اليورينيالي بلدر او حتى اليوريثرا في الميل او الفيميل الفيديو ده واللي بعده بقى هنبدأ نتكلم بالتفصيل على الامبريولوجي هنتكلم على الديفولومنت بتاع الرينال سيستم سواء ان كانت الكدلية واليوريتر وده فيديو النهاردة او كان عبارة عن اليورينيالي بلدر واليوريثرا وده ان شاء الله الفيديو الجاي تمام ان شاء الله بيبقى مواضيع بسيطة وسهلة فمعايزك تركز معايا وبيني وبينك بصراحة انا سجلت الفيديو ده قبل كده ولكن للأسف الشديد حصل عطل فني والفيديو تحزف وانا بسجله المرة التانية هتلاحظوا حتى وانا معايا وكده ان في رسومات جاهزة اساسا في البور اللي انا لسمتها في الشرح اللي فات يعني ما علينا يعني كله ايه ما يجلاش عليكم ولكن انا عايزك بقى تركز معايا عشان حرفيا وبعد كل ده ما فهمتش لا تلو من لقينا نفسك طيب صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام وبدأيا كده يا جماعة انا عايز افكرك ان الجنين بكل بساطة كان عبارة عن تلت طباط يعني قصة الجنين بكل انا ابدأ لك من ما قبل الصفر يا باشا كان يقولك ان انا عندي حاجة اسمها حيوان منوي بيتحد مع البويضة عشان يكونوا خلية اسمها الزايجوت وعكاة الخلية دي تقعد تنقسم تنقسم تقعد تدي استرقشارات كده كده كديرا المهم اللي يهمني فيها كان ان باختصار كده بيتكون تلت طباط من الخلايا طبقة فوق تمسميها الاكتو ديرم طبقة فوق كده بسميها الاكتو ديرم قد عبارة عن تلت طبقات من الخلايا عاملة زي الدفتر بالزر طبقة فوق اسمها اكتو ديرم طبقة تحت اسمها اندو ديرم وطبقة في النص اسمها ميزو ديرم ماشي وبعد كده العيل ده بيحصل له حاجة اسمها فولدينج فولدينج يعني بتحول لأنبوبة بالمنظر ده فالاندو ديرم اللي تحت يا جماعة بيبقى عبارة عن مكون تيوب جوه العيل تيوب جوه العيل بمنظر ده كده ماشي والإكتوديرم بيكون الجلد من بره وبعد كده الجزء الأمامي ده عايزك تتخيلهم ده مدخل الجسم وده مخرج الجسم ده الفم يا جماعة مدخل الأكل أهو من الأنبوبة من هنا والمخرج بتاع الأكل بقى هيبقى من وره تمام الجزء ده وبعد كده المفروض ان الفم ده يجي قدام يتحول كده لقدام شوية والجزء السفلي ده بيقوم جاي برضه لقدام شوية فبيديني المنظر اللي احنا بنشوفه دايما في الصور يا جماعة اللي هو المنظر ده ايه المنظر ده يا دكتور بكل بساطة المنظر ده يا شباب بكل بساطة هو المنظر بتاع الجنينة هو عبارة عن ايه عبارة عن أنبوبة حمرة من بره هي أنبوبة كبيرة من حمرة ده العيل راسه من هنا هي راسه من هنا ونهايته من هنا اللي هو الديل بتاعه من هنا وقادي الأنبوبة الزرق اللي جوها اللي هو الجط فاكرين الجط يا باشا هو ده بالاختصار كده الجهاز الهضمي بتاع العيل اهو ماشي اللي عبارة عن المدخل بتاع الاكل من هنا اهو يمشي 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 يطلع من هنا عايز افكرك بس بنقطة مهمة النهاية دي يا جماعة النهاية بتاعت الجط دي كانت حتة واسعة كده عم يسمي النهاية دي اسمها كلواكة هنحتاجها النهاردة ليه هتحتاجها يا دكتور اصلا انت بتشروح دكتور جهاز بولي النهاردة بش جهاز هضمي ركز معي في الكلام اللي ياه ده الكلواكة دي يا جماعة هي عبارة عن الحتة الوسعة في نهاية الهينتجات بتتقسم لحتة قدام وحتة وار بالمنظر ده كده يعني فيه سيجمنت بتكون بالمنظر ده يقوم قسمها حتتين شايفين بقى المنظر ده الحتة اللي وارا دي هتبقى تكملة للجهاز الهضمي يعني الريكتم والإينس مخرج الستول لكن الحتة الامامية دي اللي هتكون بعد كده المسانة البولية واليوريثرة مخرج البول يبقى أنا لما أجلس ألك سؤال المسانة البولية واليوريثرة دول اتكونوا منين؟ اتكونوا من الكلواكة يا شباب اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نهاية الجهاز الهضمي الاندوديرم يعني في الحتة الامامية هتتبع الجهاز البولي والحتة الخلفية هتبقى تبع الجهاز الهضمي زي ما تفقت معك طيب لحد الآن مفيش أي مشاكل خالص فين الميزوديرم في القصة؟ حد فاكر؟ الميزوديرم يا دكتور هو الحشو اللي في النص يعني أنت بعد ما عملت العيل فولد يا شباب عملت له أنبوبة لو أنا أخدت العيل ده كده كاتسكشن بالمنظر ده أخدت يا جماعة كاتسكشن بيظهر لي إزاي؟ بيظهر لي الجلد برا الجلد ده من برا ماشي؟ ويظهر لي عندي الاندوديرم اللي هو الجه اي تي مسلا أنا هو تمام؟ ومفروض كل بقى الحشو ده عبارة عن ميزوديرم جميل يا بشا؟ جميل يا دكتور ولكن ركز معاه في الجلام ده الميزوديرم يا جماعة بيتكون فيه كافيتي هنا وكافيتي هنا كافيتي كافيتي يعني إيه يا دكتور فراغ الفراغ ده بعد كده لو أنتوا فاكرين اللي بيدين البريتونيوم والبلورة والبريكارديا من الكلام الكبير ده سيبك منه مهم يا معا أنه بيبقى عندي باختصار كده الميزوديرم هو ميزوديرم بالمنظر ده في الحتة اللي وارا كده في الحتة اللي وارا كده هي قادي الميزوديرم يا بشا تمام؟ وميزوديرم هنا قدام فيه كافيتي فراغ اتكون على جنبين على جنبين الجط على جنبين الأنبوبة بتاعة الجهاز الهضمي يبقى تاني اللي ما أنظر لقدامكم ده يا جماعة هو أنا أخدت كات سيكشن كده من العجل من نص وكده ماشي أطعط بالنص عشان أتفرج عليه من فوق فتخيلت معايا أن ده الظهر من وراء هو الجلد بتاعك الأحمر ده هو ضهرك من وراء ماشي وده بطنك من قدام والأنبوبة الزرقة دي كانت ايه؟ الجط ماشي الجهاء العمعائي اللي هتديني بعد كده الأمعاء يعني وكده طيب الكافيتي ده يا جماعة بيبقى فيه زي ما تقول من برين اللي هو البريتونيام بقى بيقى فيه لير بالمنظر ده ومغلفة الأمعاء بالشكل ده وبعدين تركع تاني على الميزوديرم وتكمل طريقها تاني وتكمل تغريف بقى جوه وبعدين تغلف برضه بالمنظر ده كده عشان كده لو أنتم فاكرين كان عندي في البطن فالبطن عندي كافيتي اسمه بريتونيام كافيتي هو ده يا جماعة في الجنين كان اسمه سيلم كان اسمه يا جماعة ايه؟ كان اسمه أبدوني السيلم وبعد كده السيلم ده يا جماعة الميزوديرم السيلم ده هو اللي هيتحول بقى كده للبروتونيام كافيتي ماشي؟ طيب والطبقة الحمراء اللي رسنتها لك جوه دي دي عبارة عن طبقة البروتونيام ماشي ولا أقى؟ طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ ركز معايا في الكلام اللي جايد عشان مهم شايفين الحتة دي من البروتونيوم يا جماعة الحتة دي من البروتونيوم اللي موصلة الجط بالميزودرم من وراء كده يعني مثبتة الأمعاء في ظهرك مثبتة الأمعاء فين في ظهرك من وراء دي بقى اعتبرها يا جماعة اسمها ميزنتري اسمها ايه يا دو شباب اسمها ميزنتري اسمها ميزنتري اللي هي البروتونيوم يعني باختصار بتاع الأمعاء طيب شايفين الحتة الخضرة دي اللي في ظهرك الميزودرم اللي في ظهرك ده يا جماعة بيقوم يعمل انتفاخ كده يعمل انتفاخ بالمنظر ده في ظهرك يبقى انت في ظهرك دلوقتي ظهر ايه ظهر عبارة عن تيوب تيوب من فوق لتحت كده انتفاخ في ظهرك ومن الجهة التانية نفس الكلام اهي الانبوبة الخضرة من هنا عملت ايه بروز بالمنظر ده حصل تيوب تيوب يعني ايه انبوبة زي بالزبط كده بروز في ظهرك حصل من وره على الجنبين على الجنبين بروس كبير عشان تفهم الصورة تعالي ناخدها 3D بص معايا في الصورة الجميلة اللي تحت دي اهي بص معايا في الصورة اهي حضرتنا اهي بص معايا شايفين الصورة دي يا جماعة الصورة دي عبارة عن ايه عشان تتخيلها معايا ركز عشان تتخيلها الصورة دي كأنه بالضبط جنين الجنين ده يا جماعة باختصار منظره اهو بص كده ده ظهره من وراء اهو ده ده دهو 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 ودهولو دهله وهنا مفروض بطنه وهنا راسه بالشكل ده ودي مفروض الحبل السري طالع من بطنه. الحبل السري اللي طالع من بطنه من هنا. ماشي. انا عملت ايه? اول حاجه قصته من فوق. يعني انا قصت راسه وقصت النص الفؤاني من جسمه خالص. قصته لك من الصورة. تاني حاجه قصت لك البطن. يعني فتحت لك الحتة اليمين من الصورة. شلت لك الغلاف بتاع البطن كده والجلد اللي هنا مع شوية الانتيرو بدون الول شلته عشان افردك بقى على ايه على ضهر العيل من جوه ضهر العيل من جوه ركز في الصورة كده ده كده اللي برا خالص ده ايه ده الاكتوديرم مش موضوعنا ماشي الحشو ده يا باشا الحشو ده بقص كده الحشو ده عبارة عن الميزوديرم حشو ده شايفيني الانبوب الزرقة بش مهمة الانبوب الزرقة بس دي يا جماعة اللي بتكون بعكاد النيورون تيوب العموات الفقري والحبل الشوكي والكلام ده كله طيب ادي الميزوديرم اهو ادي الميزوديرم يا دكتور طيب الميزوديرم يا شباب اهو بالمنظر ده قدامك ادي الميزوديرم اهو قدامك بالمنظر ده ماشي عمل بروز كده شايفين البروز ده ادي بروز اهو ماشي و ادي ايه بروز من الجهة التانية برضه اهو وده شوية الميزوديرم اللي موطنين بالميزنتري شايفين معايا قد البروتونيوم طبقة البروتونيوم ماشي كده طبقة البروتونيوم ماشي كده 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 لقيت الانبوبة الصفرة بتاعت الجهاز الهضمي لفت حواليها ورجعت رجعت تاني وبعدين كملت تغليف لظهر العيل فانا عندي يا جماعة الميزنتري ده او البروتونيوم بيغلف ظهر العيل بالمنظر ده اهو طبقة طبقة ممبرين هو ممبرين غشاء غشاء بالمنظر ده مغلف كل ده مغلف كل ده ماشي فباختصار جدا مع الانبوبة الصفرة دي الجط الانبوبة الصفرة اللي جوه دي ده الاندوديرم ده الجط يا جماع ده الجهاز الهضمي ده الهيند جطة هو هينزل تحته هو شايفين الكلواقة الحتة الوسعة في النهاية دي اسمها كلواقة هي الكلواقة دي اللي قلتلك عليها بتديني المخرج الخلفج هيبقى مخرج الستول والحتة الامامية دي هتبقى مخرج البول ماشي تمام يعني انا هكون هنا المسانة البولية والحتة اللي ورا هسيبها تابع الريكتا ملئينص عشان يخرجوا منها البراز فاهمين الفكرة اكرمكم الله طيب نرجع لموضوعنا تاني لو انتم لحظين معايا في حاجة حصلت على جنبين الميزنتري انا قلتلك ان الحتة الحامرة دي اللي هي الطبقة دي طبقة دي يا جماعة لطبقة البروتونيا من اللي ممسكة مسبتالي الامعاء الى الصفرة مسبتالي الامعاء في ظهرك من ورا دي اسمها ميزنتري على جنبين الميزنتري اللي هو حتة الميزودرم دي وحتة الميزودرم دي عملت انتفاخ عملت زي تيوب في ظهرك انتفاخ في ظهرك كده من فوق لتحت انتفاخ في ظهرك يمين وانتفاخ في ظهرك شمال فاهمين الفكرة يا جماعة تمام ده بسمي ايه ده بسمي يورو جينتال ريج ريج يعني ايه ريج ده معناه يعني انتفاخ زي ما قلتلك كده او زي ما قلتلك عبارة عن انبوبة خينة كده تمام يورو جينتال يعني ايه يعني اللي هتكون منها كمان شوية يا جماعة احنا بنشرح دلوقتي الجهاز البولي والجهاز التناسولي. فهمنا? طيب تعال نقرأ الكلام عشان تفهم اكتر. قال لي بكل بساطة يا جماعة الجهاز البولي باختصار هيجي منين? هيجي من حاجة اسمها كومون ميزو ديرمل ريج. اللي هو الانتفاخات اللي حصلت عندنا على جنبين في الميزو ديرم. انتفاخات في الميزو ديرم في ظهرك من ورا. تمام? اصلا لو انت فاكر في الاناتومي اللي احنا اخدنا مع بعض في اول محاضرة هي الكليا مكانها فين? الكليا جماعة كانت في ظهرك يعني انك كنت اضطر اشيل الامعاء والاحشاء والبيروتونيوم يعني كنت بقولك الكليا دي كنت اشيل كل ده عشان اوصل للكلية. طب ما دال لي احنا بنتكلم عن ايه من الصبح. بل امعاء يا جماعة قدامنا هي الصفرة دي. الامعاء دي هتقعد وتكبر بدينبهم الصفرة دي هتقعد وتكبر 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 وتativ niños الموجودة هنا. الله انت لازم تشيلها عشان تتفرج على ايه. على في ظهرك ظهرك من ورا هيتكون في الميزودرم منه ايه الكدني بتاعتنا فهمنا؟ تعالين قرأي الكلام اهو فيقول لك يا شباب انا عندي الجهاز الباوري بيتكون من حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها كومون ميزودرم الرج الو الانتفاخين دول اسمهم ايه؟ كومون يعني مشترك يعني هيلجا عيدت اصلا لحاجات تانية سامانش روح دلوقتي ميزودرم اصلها ميزودرم وده امسكيوب النسباني خلاص طيب قال لي هزه الرجيات عبارة عن يعني ايه؟ انا بيبط طول انا بيبط طول تمام؟ بنسميها يورو جينتال رج لان زي ما قلت لك بتديني جهاز الباوري والتناسولي بعد كده بتظهر في البستير وال بتاع الابدون الكابتي يعني تظهر في الجدار الخلفي من بطن العيل ماشي؟ يبقى زي ما قلت لك هزي الانابيب تكونت فين يا شباب في ظهر الايه؟ في ظهر العيل من ورا زي ما قلت لك طيب الانبوبة دي ممتدة من فين فين يا دكتور؟ هي هي في ظهره من اول رقابته لحد تقريبا ايه؟ اصاد السكرام كده يعني انت عارف طبعا نود الفقري سيرفيكل سوراسيك لامبر سكرال اهي واخدة كل المنطقة دي يا باشا ابوبة طويلة وهنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة بازن الله تعتبر على جنبين ايتش سايد اوف دورزال ميزنتري ميزنتري هي الامعاء اللي مسبتة الامعاء في الدورزام في ظهر العيل من ورا اللي هي الحتة الحمرة اللي قلت لك عليها في الصورة دي طي سيلومك ابثيليم زي ما قلت لك اللي هو طبقة اللي قدمك الحمرة دي طبقة البريوتونيم الحمرة اللي قلت لك مغلفة الميزوديرمن قدام دي باشا دي اسمها ايه؟ السيلومك ابثيليم دي اللي بتدي البروتونيام بعد كده طيب اهيه الستراكشور بقى بتاع باختصار كده يا جماعة هذا الرج هذا الرج بيرجع يتقسم لي تلت به IMI أي اvialLeanc explanations check to the واحدة منهما ترجع تتقسم لتانة ابيب ايه متوازين مع بعض كده تمام يعني تعالى نبص في الصورة كده اولا لو انت ركزت في الصورة هتلاحظها ادي انبوبة الاولى وادي الانبوبة التانية وادي الانبوبة التالتة يعني انبوبة البتاع كومون اسمها كومون ريج يعني ده اللي هو الايه الكبير ارجع تقسم الى ثلاثة ابيب صغير بص كده معي في الصورة اللي قدامك دي طيب كلا عادة زي ما قلت لكم يعني معلش على الايه احنا قريد شرحنا على الصورة دي كتير في الفيديو اللي فات والله الواحد يعني ايه سبحان الله على خير يعني اكيد يعني بص معي الصورة دي عايزك تنتخيلها يا جماعة ده كإني بتفرج على ظهر الجنين دلوقتي قلت لك ان في النص عندنا الامعاء اللي المفروض محاطة بالميزينتري واللي يعتبر فيه الروت اف ميزينتري زي ما قلت لك في النص ماشي الى شوية البروتونيام اللي كان ايه المنبرين بتاع الميزينتري ده على الجنب اليمين وعالجنب الشمال في حاجة اسمها كومون يورو جينتر ريتش اللي عبارة عن انبوبة طويل یمين وانبوبة طويل الشمال انتفاخ في ظهر العين كده انتفاخ بالطول في ظهر العين ماشي؟ يرجع هذا الانتفاخ يتقسم لتالت قبيب جنبا بعض الانبوبة الميديل بنسميها جينتر ريتش اسماه ايه؟ جينتل ريتج جينتل يعني ايه؟ يعني حاجة تناسلية والانبوبة التانية اسمها نيفرو جينك نيفرو جينيك كورد ومن اسمها نيفروجينيك يعني هتكون حاجة تابعة الكليا والأنبوبة التانية اسمها باراميزونيفرك باراميزونيفرك تمام كده يبقى أنا عندي كم أنبوبة كده يا جماعة تالت أنابيب تالت أنابيب جينيتر ريج نيفروجينيك كورد وباراميزونيفرك ضغط تالت أنابيب جنب بعض وعجيها التانية نفس الأنابيب بالزبط يعني نفس الأنابيب يا دكتور برضو أول أنبوبة اسمها جينيتر ريج اشتب لي الاسم ده كده هي جينيتل يا جماعة لازم الجينيتل تبقى هي الميديل الجينيتل بتبقى هي الميديل زي ما قلنا مع بعضه والصفرة اللي في النص اسمها نيفرو جينيكا هي والحمر اللي على برة خالص اسمها بارا ميزونيفرك اسمها ايه البارا ميزونيفرك يبقى ده باختصار كده المنظر بتاعي عبارة عن ظهر العيل دلوقتي بقى ثلاث مواسير عارفين بقى من اسمهم كده تأغششكم بقى كل حاجة بتدي منهم ايه ادي فليه نفصل بس الميزونتل ينسيبه زي ما هو هو بص معاي اسمها هنا يا جماعة جينيتل ريتجل ليه اسمت جينيتل لان دي المفروض هتكون بعد كده التستس والاوفري هتكون البرامري سيكس اورجن عند الميل والفيميل اللي هم التستس والاوفري طيب يا دكتور استنى 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 بس هيبش التستس دي يا دكتور موجودة تحت تحت كده في كيس برا الجسم اصلا طب بإن اللي يخليها فوق اه يا جماعة هي بتتكون فوق يعني التستس اصلا بتبقى عبارة عن شكل اوفالشيب كده الخصي اكرمكم الله بتبقى موجودة هنا بالمنظر ده والبقية الانبوبة بتتحول لليجامنت ليجامنت يعني ايه ليجامنت يعني روباط كده هذا الليجامنت يا باشا ميثبتها تحت فين ميثبتها تحت في الكيس بتاع السكوطن ويسحبها يعني ايه يعني التستس تكونت فوق في الابدومن واثناء الحياة الجنينية زي ما ناخد ان شاء الله الكلام ده في ميديول الربروضاكتف سيستم يا جماعة تقوم التستس تنزل نزل 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 لحد ما تستقرر في مكانها النهائي فاهمين الفكرة فده باختصار كده ايه الجينتال ريتجل اللي هو المصورة اللي على مستوى او الميديل المست ميديل بتكون ايه يا باشا بتكون التستس وفي الفيميل بتكون برضو يعني برضو يا جماعة بتتكون عبارة عن شكل وبردو فيه ليجامنت بس اللي جامنت بيقى ميثبتها فين في الفالفا او الليبيا ماجورة اللي هي عبارة عن الكسترنة الجينتالية بتاعت الفيميل برضو عبارة عن الجهاز ناصري من بارة بتاع الفيميل بس بقى الأوفري ما بتنزلش يعني المبيض يا جماعة ما بينزلش تحت أمال المبيض بينزل شوية بس بيستقرر في الحوض يعني هو تكون في البطن بس بينزل يستقرر في الحوض ده المبيض أو الأوفري باختصار اللي هو اول عمود كون لي تمام بالليجم انت اللي مسبته من تحت طيب وما للعمود التاني والعمود التاني اسمه يا دكتور اسمه نيفروجينيك يعني يا دكتور كلمة نيفروجينيك كورد من اسمه هيدي الجهاز البولي هيدي يا شباب الكليا طيب يعني هيدي الكليا قال لي بكل بساطة يا جماعة شايفين الانبوبة دي الانبوبة الصفرة اللي قدامك دي قدي الانبوبة الصفرة الانبوبة دي فتحة فين عارفين فتحة فين عنبوبة دي يا جماعة بتبقى فتحة في كيس كيس هنا اسمه الكلواءكة في كل نياه نهاية العمود الفقري نهاية الجط ايه دا استنى انت لسه ايه اللي فائل ان مفروض ارجع كده للرسمة. انت ايه اللي فعلا ان دكتور واحنا بنشر واحد الوقت في المقدمة. اهي. ان الحتة ان نهاية العموء الاندو دير من نهاية الجط يا جماعة الدايرة الزرقة دي بص. ان الجط اللي قدامنا ده يا جماعة. الجط اللي قدامنا ده اللي هو المصورة الزرقة اللي ماشية جوه العيل. بدايتها الفم. وعدها تكون طبعا الجط والجهاز الهضمي. قدتلك ايه اللي بيحصل فيها. بتقسم لجزئين. جزء امامي وجزء خالفي. الجزء الخالفي ده بيكمل تبع الجهاز الهضمي عشان مخرج اللستول. صحي كده? لكن الجزء الامامي ده بيبقى ايه? ده بيبقى الجهاز البولي بقى اللي هو المسانة البولية باليوريثرا. صح يا ولا لا عشان مخرج البول من قدام. طيب. المفروض ان الانبوبة اللي اسمها نيفروجينك ماشية في ظهرك. انا لسه بقولك انها ماشية في ظهرك على جنبين الجهاز الهضمي. على جنبين الجهاز الهضمي. فدي واحدة منهم اهي? ماشية في ظهرك هيباشة. ماشية 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 ماشية. وتجي في اخيرها تقوم فتحة في الكولواكة. فتحة في المكان ده. جاي في اخيرها فتحة في المكان ده. يبقى نيفروجينكورد دي المصورة التانية. ماشي على الجنبين وتقوم فتحة تحت فين? تحت فتحة في الكيس اللي اسمه الكولواكة اللي هيبقى جزء منه تبع يعني. طيب نرجع لموضوعنا تاني. يبقى انت بتقول لي هنا يا دكتور بكل بساطة. اهو. اه دي الصورة التانية. بتاع الصفرة دي يا شباب هتكون الانكلية. طب انا محتاج كل دي عشان اكون الانكلية يا دكتور. هي دي بقى قصتنا النهاردة. او ما اللي ما حاضرت النهاردة تبقى عبارة عن ايه? انك هتكون يا جماعة في الانبوبة الصفرة الطويلة دي تلت كيلة بش كيلة واحدة. يعني ايه? يعني انا يا دكتور اتولدت وانا وانا عندي ست كيلة. وانت يا جماعة عندك تلاتة وتلاتة على الجهتين. تلاتة وتلاتة. وفي الحالتين المصورة زي ما قلت لك فتحة على الايه? على المسانة تحت. اه انت عندك كان عندك ست كيلة وانت في الرحم. سبحان الله. هنشرح الكلام ده بعدين. الانبوبة التالتة يا جماعة اللي اسمها بارو ميزونفريك. احنا بش نكلم عنها النهاردة. ليه يا دكتور? لان الانبوبة دي خاصة بالفيميل جينتاليا. دي اللي بتدي يا جماعة الرحم. وبتدي الفجينة بعد كده يبقى. بتدي الرحم يا جماعة. والفالوبيان تيوب قناة فالوب بقى. والكلام بتاع ايه? الفيميل جينتاليا وجهاز التنسولي بتاع الفيميل. هو البارا ميزونفريك داكتور. استنى يا دكتور. طب والميل